هذا واستقبل اللواء الركن مطر بن سالم لبلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بقاعة ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفع اليوم كل من اللواء الركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني العسكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة واللواء الركن الدكتور علي صالح الحضيف قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية بالمملكة العربية السعودية والعميد الركن خالد شجاع الاعتيبي آمير كلية علي الصباح العسكرية بدولة الكويت والعميد الركن عبد الهادي محمد ترحيب الهاجري آمير كلية أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر وذلك في إطار حضورهم ومشاركتهم في الاحتفال بتخريج دورة الضباط المرشحين بالجيش السلطاني العماني وجرى خلال المقابلة تبادل وجهة النظر في عدد من الموضوعات التدريبية ذات الاهتمام المشترك من جانبهم هنأ آمير الكليات العسكرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة الجيش السلطاني العماني والخريجين على مراسم التخريج مشيدين بالأداء الذي قدمه الضباط المرشحون في الاستعراض العسكرية موسيقى